هل عيب الكرة لأنه في ناس كتير قالوا ده بيلعب كرة يعني المفروض يسوق يعني ده مش حاجة مهمة قوي وبعض الناس تانين قالوا لا ده عملوا وفيه تعب كثير وتعب يعني فيه إرهاق فممكن أن يفتر رأي حضرتك كيف هي هذا الأمر رأيي أننا يجب أن نعيد التفكير في لعبة الكرة صارت صناعة ولم تعد رفاهية ولم تعد لعبة إذن هذا من ضمن المكاسب المشروعة التي اعترف بها العالم ونعيش فيها إذن هذا يعمل وليس يلعب إذن هو إذا أراد أن يقوم بعمله اللي هو في صناعة لعبة الكرة القدم أن يقوم بهذه اللعبة على وجهها الأكمل وبحقها إذن عليه أن يلتزم بتعليمات المدرب والدين قلت مرة مع سيادتك قبل كده بيتكيف مع صاحبه مش الإنسان هو اللي بيكيف نفسه على الدين خف علينا يا ميسي خف علينا يا رونالدو ما أدري جونو ما أدري وش كريستيانو خف علينا يا محمد صلاح أو أحمد صلاح ما وين رايح وين سارح فابتعث الله أيضاً رجلين كما ابتعث من قبل رجلين من قبل رجلين موسى و هارون أرسل رجلين وابتعث رجلين ما كان لأحد من المصريين أن يتخيل أن هؤلاء من رسول الله عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو خرج السيسي ومحمد إبراهيم موسيقى 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 موسيقى